الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرانيتش مجاز الأخبار من تلفزيون المصري أهلا بكم تواصل مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 وشهدت اللجان الانتخابية توافد أعداد كبيرة من الناخبين منذ فتح مراكز الاقتراع في التاسعة صباحا وتجرى الانتخابات الرئاسية وفقا للجدول الزمني المقرر حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وحددت الهيئة الوطنية الانتخابات يوم الثالث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر لللجان العامة أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الانتخابات أحمد بن داري انتظام سير عملية التصويت في كافة مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية وأكد المستشار بن داري خلال مؤتمر صحفي أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية لافتا إلى وجود إقبال كبير من الناخبين على المشاركة في التصويت أشادت الهيئة العامة الاستعلامات بالأداء المهنية الذي يقوم به مراسل وسائل الأعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية وقال رئيس هيئة الاستعلامات دياء رشوان أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مضار الساعة قيام المراسلين بعملهم الصحفي وتوفير التسهيلات لهؤلاء المراسلين الذين بلغ عددهم 528 مراسلا يمثلون 110 مؤسسات إعلامية بين الصحف ومجلات ووكلات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية وينتمون إلى 33 دولة من مختلف قرات العالم وأضاف رشوان أن عمليات الرصد التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم تتلق أي شكاوى حتى ظهر اليوم بشأن أي تعقبات تواجه هؤلاء المراسلين في أداء عملهم استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيسة البعثة المشتركة الاتحاد الافريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث أعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الافريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الإقليميتين والذي عكسه الحرص على إفادي تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام هذا وقامت البعثة المشتركة المشكلة من 69 متابعا بزيارة عدد من مقار اللجان الانتخابية بعدة محافظات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابة العمل المصري الافريقي المشترك خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على القارة الإفريقية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والرأي حيث تابع الرئيس السيسي مستجدات أنشطة التعاون في مجال الرأي والموارد المائية مع دول حوض النيل خاصة ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية فضلا عن مشروعات تطهير المجال المائية والحماية من أخطار الفيضانات وكذا إنشاء المراسل النهرية أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الهجرة وقناة اتصال وطنية مع أبناء مصر في الخارج للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم والتفاعل معها جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي لمتابعة عدد من ملفات العمل وخلال الاجتماع استعراضت وزيرة الدولة للهجرة أبرز نتائج الجولة الناجحة التي قامت بها على مستوى عدد من الدول العربية والأوروبية والتي كان لها نتائج في هذا الحضور اللافت خلال إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج كما طرحت الوزيرة خلال الاجتماع مقترح آلية مركزية لتدريب الكوادر المختلفة وتأهيلها للعمل بالخارج تحت مسمى المركز الإقليمي للهجرة وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزارات المعنية لمناقشة هذا المقترح الذي يسهم في تصدير العمالة المصرية عبر آلية واضحة بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولي الفرع الطبي بجامعة تيكساس سيستم الأمريكية سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية مع الجانب المصري ممثلا في جامعة بديا الخاصة وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء إلى الإسراء في تنفيذ المركز البحثي بين جامعة بديا وجامعة تيكساس سيستم في أسرع وقت مؤكدا دعمه الكامل لتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء هذا المركز واضف مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها اقتناع تام بأن القطاع الخاص يقوم بدور رئيسي في مجال البحث العلمي مشيرا إلى التوسع في إنشاء المزيد من الجامعات والمراكز البحثية كما أعرب مدبولي عن تطلع مصر إلى بناء مزيد من الجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب التي تلتحق بالجامعات المصرية سنويا ترجمة نانسي قنقر ختام مجز الخامسة دمتم في رعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر